في خطوة غير مسبوقة قرر الاتحاد الأوروبي إطلاق أكبر مشروع إنسان يتمثل في خطة مساعدة بقيمة 350 مليون يورو للاجئين في تركيا وخصوصا السوريين منهم كما يتضمن منح المستفيدين من هذه الخطة بطاقات مسبقة الدفع المفوض الأوروبي المكلب بالمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس تاليانيديس هو من أطلق هذا المشروع من أنقرة شبكة الأمن الاجتماعي والطوارئ هي أكبر وأول مشروع إنساني يمول من طرف الاتحاد الأوروبي هي أيضا أكبر برنامج إنساني للتحويلات النقدية لقد أنشأنا نظاما يجمع نظام الضمان الاجتماعي التركي مع الاستجابة الإنسانية المفوض الأوروبي أكد أيضا أن كل اللاجئين المسجلين في تركيا يستطيعون الاستفادة من هذا البرنامج وأوضح أن كل بطاقة ائتمان ستعبأ بمئة ليرة تركيا شحريا أي حوالي ثلاثين يورو يستطيع اللاجئ استخدامها في مشترياته موسيقى